السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميدي في السنة الأولى متوسطة حتى أولياء التلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا الله أبنائي وباناتي نزيدوا اليوم إن شاء الله نحلوا نموذج لفرض اللغة الإنجليزية للفصل الثالث بش إن شاء الله نكونوا مساعدين مئة بالمئة لفروض المدرسة التالي إذن عندي the third term English test يعني تعالفصل الثالث بالنسبة للفرض الإختبارات وحدهم يلا كالعادة نبدأ نقرأ باللغة الإنجليزية نترجمه إلى اللغات العربية وإن شاء الله نفهمه جميع الأسئلة وفي الأخير نجاوه عليهم إذن يلا وشاوي يقول للنص Hello my name is Wasim معنتها مرحبا أنا اسمي Wasim I am 12 years old معنتها في عمري 12 سنة 11 12 قلنا 12 يلا And I am a middle school pupil معنتها أنا أدرس في المتوسطة ولا تلميذ يدرس في المتوسطة I am so happy to tell you about my school معنتها أنا جد سعيد لأخبرك عن مدرسة تعومة معنتها حيبدي زخنا بالمدرسة تعومة My school is big Big معنتها كبيرة There are many classrooms معنتها عندنا العديد من الأقسام Bathrooms اللي هي أعزكم لأبنائي المراحيد And a large school yard اللي هي الساحة وعنده الساحة هذي كبيرة I am study many subjects Like أنا أدرس العديد من المواد مثل English اللغة الإنجليزية French اللغة الفرنسية And physics اللي هي الفيزيك But my favorite subject is civics Civics معنتها المدنية Civics education التربية المدنية مفهوم كيف كيف تربية الإسلامية نقوله Islamic education Because every day I learn about my rights and duties For example لأنه علاش يحب الطبية المدنية يومياً يعلموا فيها الحقوق التاع والواجبات أي ياطيني أكزامل لو يقولي I have the right to a good education معنتها أنا عندي الحق في التعليم I have the right to use school facilities معنتها نستخدم الوشكين في المدرسة And to have a quality opportunities معنتها in class معنتها وعندي كذلك الحق أنه يكون عندنا نفس المستوى يعني والحقوق في القسم التعلم مفهوم؟ يعني يلا واحد ما هو مفضل على واحد I also have duties معنتها أنا أيضا عندي وشنو؟ الواجبات تعيكي معندي حقوق عندي واجبات such as مثلا work hard العمل الجيد مفهوم؟ ولا بجد And do my best وإني نقوم بأكثر ولا نعطي كامل وش عندي Keep my school clean إني نخلي المدرسة التاعي نظيفة And listen to my teachers وأستمع كذلك إلى الأساتذة التاعي My teachers and classmates أو يقول لي المعلمين توعي وزملاء تاعي Are really nice معنتها لطيفين I like my school so much لهذا أحب يعني المدرسة التاعي جدا يلا أبنائي إحنا لازم علينا نسيوا ونحاولوا أنه نقرأوا التكست تعنا لأنه بش نتعلموا هكذا بش اللعام جاي إن شاء الله خلاص ما يزوش يقرؤنا اللغة الإنجليزية إذن يلا نبدأ بالأسئلة التاعي إذن One ولا أي Reading comprehension معنتها يسألني على النص Activity one يتقول لي Read the text and answer by true or false قلنا true معنتها صحيح False معنتها خطأ يلا نشوف الجمل نقرأوا ونشوفوا إذا صح كما رهي مكتوبة في النص ولا لا لا One Wasim loves his school معنتها هو يحب المدرسة التاعه Wasim's favorites Favorite subject is Islamic education هل صحيح هو يحب التربية الإسلامية هي اللولة أو يقول لي Wasim doesn't like civics Education معنتها ما يحبش التربية المدنية Activity two رأيتقول لي Read the text and complete the chart معنتها أنت كمل لي من النص اللي تعود تقرأه الطابلو تاعك إذن يلا الجدول My rights معنتها الحقوق تاعي My duties معنتها الواجبة التوعي نخرج له ثلاثة ثلاثة يلا هو مأسف النص ما عطينا كلش Activity three Find in the text opposites of Opposites معنتها الأضاد كي نقول لكم Dirty معنتها موسخ كيفاش نقول منقي وSmall معنتها صغير كيفاش نقول كبير هادو من جبدهم نجبدهم من النص خلاص هنا خلاصوا الأسئلة تاع النص نمرو الميستيري of language اللي هي قلنا أحياطوني وشقريت في الدروس التاعي Activity one Write each school rule under the right picture معنتها هنا أوقات اللي عندنا صور وحنا نحط الجملة المناسبة يلا معنتها ما ننضغ شوينغم ولا ما نكون شوينغم في القسم التاعي I don't throw rubbish on the floor ما نرميش القمامة في الأرض I don't arrive late معنتها منجيش وانا منجيش روتار وفهم الأصل متأخرا يلا اللي بعده Activity two Circle the correct tensor معنتها أحيط على الإجابة الصحيحة اللي هي رح تكون تصريف الأفعال إذن one عندي she نقول she is ولا نقول she are eating a sandwich two the students نقول I am or are listening to the teacher I am or I is cleaning my bedroom for عندي ML and her classmates نقول عليهم are or is studying French نمر للسؤال اللي بعد Activity three تقول look at the pictures شوف الصور and complete the sentences with in on behind and between معنتها في كما نقول فوق داخل وراء نكمل الظروف المكان the cat is the box كيف نقول وراء يلا اللي هنا كيف نقول فوق the cat is the box وهنا كيف نقول بين بين the cat is box number one and box number two والله هنا كيف نقول داخل the cat is the box إذن يلا نبدأ بالسهل ونرح الصحيب إذن بالنسبة إلى الوضع الإدماجي أبنائي طبعا راح تكون على الحقوق والواجبات في القسم تاعك وطبعا كيف كيف لازم نبدأ ونوصف القسم تاعنا ولا نوصف المدرسة تاعنا هنا ومساعدني يقول yes I do وش من عفايز اللي لازم نديرهم و no I don't معنتها العفايز اللي منديرهم ناخدو مثال eat food in class معنتها ناكل في القسم هادي نديرها ولا منديرهاش طبعا هادي منديرهاش be impolite منكونش لطيف ومنكونش مليح طبعا منديرهاش respect my teacher معنتها أني نحترم شكون الأساتي تاعي yes I do work quietly معنتها نخدم بالquality معنتها نكون الخدم يعني صغير معنتها ما نلعبش use my mobile in class معنتها نستخدم الهاتف في القسم هذي قلنا ما نازم شنديره وهكذا معنتها تقدروا ابنائي انتو محتى تزيدوا لتنقصوا منعدكم إذن يلا هنشوفو كيفاش نبدأ تصحيح تحاد الفرض مع بعض ابنائي نبدأ التصحيح نوري لكم باللي سهل ونقدر وندو علامات ممتازة بإذن الله نقدروا يعني حتى ندو عشرين لأنه هذه الوضعية الإدماجية تلاحظوا من الشي أصلا وضعية الإدماجية معتها قال لي وش لازم دير وش ما لازم ش ندير يلا نبدأ بالسؤال الأول في فهم النص اللي قال لي حط صحيح أو خطأ لاحظوا باللي هل صحيح واسيم يحب المدرسة نعم وغير يقول نحب المدرسة التاعي إلى غير ذلك إذن هذي صحيح هل صحيح الفيفورت سابجكت تاعه هي التربية الإسلامية لا شوفوا نحاوتوا نطلعوا شوفوا فيفورت سابجكت شوفوا هذي الكلمة هل تشبه لهذي الكلمة قولوا أستاذة لا إذن صبتها كيف كيف وش ندير فالس يلا هذي بش معنتها ما يحبهش وهو وش قال لي لهنا معنتها المفضلة إذن ولهنا قال لي يكرهها إذن هذي كذلك فالس يلا نروحوا للسؤال اللي بعد اللي قال لي أعطيني معنتها الحقوق الواجبتها ويلا أبنائي نشوفوا كيف نجبدوهم من نفس ثلاثة ثلاثة أصلا نعطوني ثلاثة شوفوا قال لي معنتها هاي بدأت مننا معنتها هذه اللولة عندي الحق في التعليم معنتها للأغراض واللعفايز تاع المدرسة هذي اتنين معنتها قلنا تكون المساواة معنتها هذي التالتة هذو شنو قلنا حقوق الواجبت من نجيبوهم شوفوا I also have duties such as معنتها عندي كذلك الواجبات يلا وشنو هما الواجبات work hard and to do my best معنتها وأقوم بالأحسن هذه واحد keep my school clean نخليه نضيف المدرسة تعي listen to my teachers هذي تلاتة إذن نكتبوهم تلاتة تلاتة نفهم من جبلتهم نجبلتهم من نص مشي من راسي find in the text the opposite of dirty موسخ العكس التاعو clean اللي هو نقي small gun عرفوها العكس تاحا بلي بيك صغير وكبير يلا طبعا هذه أسهلهم قال لي ما نمضغ I don't shrink them in class قال لي ما نرميش القمامة هاه I don't throw rubbish on the floor عندي الأخرى ما نجيش روطار I don't arrive late معنتها نبدأ بالسهلة واللي جيني صعبا نخليها يلخى نفس الشي أعطوكم التصريف سهل أيضا شوفوا she جمي نقول لها are دي من she is من سيش مين با نكمل جمله she is يلا the students the students معنتها الطلاب بزاث am هذه am نقولها غير I معنتها جي أنا قبلها إذا ما كاش I قبلها ندير are يلا شوفوا I am جمي نقول I is من سيش مين با نقل الكلمة نكمل بصح اللي هنشوفوا amel and her classmates هنا ويقول لي amel والزملاء التحامل فبزاف إذن نروح ندير are لو كنكتب لي غير amel صح ندير is بصح مدام هم رم بزاف ندير are هم نروحوا لسؤال اللي بعدو اللي قال لي ظروف المكان كين نقول وراء وش نقول the cat is behind the box behind معنتها وراء كين نقول فوق ولا على the cat is on the box كين نقول بين وبين the cat is between the box number one and the box number two وكين نقول داخل ولا في نقول the cat is in the box معنتها داخل الباكس اللي هو الصندوق أما بالنسبة ابنائلة هنا نحلناها يعني كي كنا نهضروا ما قلت لكم شهادة للآخرة برك rise my hand to speak معنتها أرفع اليد التعيق بل ما نجاوب هذه هي معنتها كل وحدة نحطها في الحقوق والواجبات يعني ما تتحقوش من بط كتبوه وضعية إدماجية وفوء ما بناء إذن هذا كان بالنسبة لفرض الفصل الثالث في اللغة الإنجليزية للأولى متوسط كالعابة اللي عنده سؤال ولا إسف ساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر